اشتركوا في القناة وكان الموضوع يعني متعلق بلاتي وكانت الفكرة تلين في شهر أربعة وعلى ما فكرنا واخدنا إجراءات كان تقريباً رمضان قرب علينا فكانت الفكرة المتزامنة مع رمضان هو أن احنا نعمل صخور فجت منها فكرة عربيت الفول يعني بما أننا مجتمع ذكري جداً فكانوا مستغربين للفكرة قوي وإزاي تقفوا على العربيت الفول وإزاي بنات تعمل كده بس احنا الكلام ده ما فرقش معنا خالص احنا بنحب الأفكار الجديدة والجريقة لو مش بيش حاجة هتوقفنا ان احنا ما ننفذهاش وما هتمناش بالقراءة السلبية بالعكس لأنه كانت القراءة الإيجابية أكتر بكثير واكتشفنا ان معظم الناس نفسها تعمل مشاريع خاصة بيها وتبقى واغدال اونرشاب بتاعت بيزنس بتاحها هي بتحبه وانه الناس كتير قوي عايزة تخرج برا نطاق الوظيفة التقليدية والشغل التقليدي فده اللي حمسنا اكتر لما بدأنا بشغل كان فيه شفاية مخاوف ان الطبيعي يرد فعلا الناس احنا مش عارفين وهيبقى عامل ازاي بس لما الناس شجعتنا وابتدى الموضوع يعني ينجح فحسينا ان احنا لازم نستمر يعني للاسف لسه المجتمع مش اوبن مايندد في الموضوع دوت او مش اوبن مايندد في شغل الست كعرابي تفول يعني علشان ابقى صريح معاك او في مهن معينة منها عربي تفول يعني اتبسطت جدا جدا فكرة جميلة ولو بنتي من بناتي فكرت فيها انا كنت هشجحها لي ناس كتير بالعكس كتيم كن معترضة ولما جات شافت الانبايرومنت او الوسط اللي احنا بنشتغل فيه وطريقة شغلنا ايدت برغم انها كتت معترضة ان احنا هنثبت انه مفيش حاجة شمها مفيش بنات تعمل كذا ايه